السلام عليكم مشتركات الكريمات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله رحنا نقدم لكم حلوة تقدروا تقولوا فوم شوك تقدروا تقولوا ولي دعمنا مشوك كما حبيتوا تسميوها المهم هدي حلوة سهلة مهلة بمكونات تبقات عندي في المنزل فخمم تنلمها كلها على بعدها ونديرها حلوة سهلة بسيطة خمم تحديد كاميرا كاميرا بحدث عندي حوالة 40 كيلو تاكوكا كاميرا كان الخبي عندك كما قدت لكم محمص ومرحي رقيق شوفو كيفية رقيق يعني الاحسن لو ترحيوه رقيق جدا ورى لكم القاوة منتاعو فاجت اثنين لقطة دقيقة فقط اذا ها هو رح نقرب هول كم للكاميرا اذا يجيكي مع هكا رقيق نحتاج ربع كيلو منو والان رح نروحوا لطريقة التحضير واش نديروا به هنيا في وعاء رح نحط الكوكاو كيلو هنا استعملوا كيلو واربع كيلو يعني ربع الكيلو لستعملتها كوكاو نديرها سكر لانو رح نعصله فما نحتاجوش بزاف سكر رح نكهب عطر الوز وانتم تقدروا تديروا الافاني ورح هنيا عندي بقالي بايد البيتاني بقالي في التلاجة فهنيا يعني هنيا يقود لكم رح نستغل لي تحويج بقاولي فهنيا نخلط اولا الكوكاو والسكر وعطر اللوز وبعد نبدل لم بايد البيت نلم جيدا حتى نتحصلوا على عجينة تكون متمسكة شوية ونعجنوها مليح بيدينا حتى هدك السكر يتعصل وبعد نحطوها لجنب يعني حولي هكا كربا ساعة او عشرين دقيقة ترتح لباطن تانا قبل ما نشكلوها بعد ما ارتحت لباطن هنا رح نوزن كوريات وزنها ثلاثين جرام وهنا نأكد لكم على ضرورة توفر الميزان في المنزل لانه هو اللي يعطيكم يعني النجاح لكل الوصفات انتعكم لانه للملعقة وللكاس اللي رح تمد لكم مقادير مضبوطة يعني حتى هاد الميزان صارت ومشي غالي غير سبعمية دينا جزائري وطلقا وهديمة بعد ما كورتهم هنا عندي على جنب بياض البيض وعندي هنايا كوكا وحمستو شوية فقط ورحيتو ارقيق رح نرمد الكوريات انتاعي بهذا الشكل وهنا سخنت فحطت الفرن تاعي سخن على 180 درجة واحدة يرا هي كاينة صينية فيها ورقة طبخ بعد ما نرمد الحبات انتاعي نحطهم في هاتيك الصينية وبعد ما نكملهم كامل قدوكم نقلكم نوريلكم كيفاش نزينهم هكا نرمدهم ونضغط جيدا هنايا بعد ما كملتهم كامل جاوني حوالي 12 نحبه بوزن 30 جرام اذا حبيتو اكتر زيدو نقصو في الحب يعني يديرو غير 25 جرام انا هنا زينتهم بحبة تاروزو تقدرو زينوهم بحبة تاروزو ندخلوهم للفرن يطيبو مدة من 10 دقائق الى 15 دقيقة هنا كنت وجدت العسل باردة وجدت من خرجو الحلوان كانت من الوفوق جاعتم ونحطوها في العسل تتعسل حوالي هكاك ثلاثين ثانية ونحيوها نديروها في شباكة او في ايقوتوها حتى نتخلصو من العسل الزيت وهذا هي النتيجة اخواتي ان شاء الله تكون لتعجب انتاكم والفيديو كان خفيف ضريف عليكم ناخد لكم حبة هنا ونقصبها لكم شوفوا كيف تجي 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 طرية ومعصلة وكما شفتو بزاف اقتصادية متاخدش مكونات بزاف كما قدكم هي من فاميلة المشوك فما قلت لهاش اسم غير هذا نتمنى يكون عجبكم اذا عجبتكم اصفت اليوم ديروا لي جام وانتا ديروني في فيديو لاحق مع السلامة